السلام عليكم اولاد اخباركم معاملين ايه سامعيني تمام? اه هبدأ دولاتي طبعا برحب بيكم في قناة مستر ساينز الحصة البث المباشر مع بعض على الزوم. طبعا الحصة بتنزل على القناة على اليوتيوب. يعني طبعا ما ادرش يدخل معنا او ما ادرش ان هو يحضر الحصة. اه ان شاء الله بازم موعدتوكم ببترين من اللي بات هنحاول نعمل كده في نهاية كل درس او درسين مع بعض. يعني ينحل موعد اسيلة من الكتاب اللي اسيلة بتقف قدامكم. طبعا يا مولاد اللي هو عنده مشكينة في الصوت او في الصورة ولا حاجة يقدر يخرج ويدخل مرة تانية. يلا حبيبي كده طبعا اللي بيتابع معنا في قناة بيقدر يحضر معنا مجانا للكل طبعا ان شاء الله. اه فقط بس انت بتتابع عشان تعرف الاخبار تتابع صفحة على الفيسبوك. طب يا حبيبي يلا كده بنبدأ مع بعض. في اللي هو اه بيتكلم فيه عن آآ طبعا سهل جدا اهم حاجة بس لنا يعني افهم بتاعتي كويس. واكتبها كزا مرة عشان تكون بالنسبة لي سهلة. اللي عنده اي سؤال في في اللي ده يرفع ايديه في الاسيلة اللي هوفت قدامنا في المعاصر احنا اشتغانيه. اللي عنده اي سؤال في اللي ده كده يرفع ايديه ونشوفها مع بعض يا بلاي. يقولي بس على رقم السؤال ونجيبه مع بعض. نبدأ كده. مين عنده سؤال في في اللي سن وان? في كتب المعاصر بتجي لأسيلة كتير على على الواتساب وعلى ماشي محمد محسن. هيا محمد. بتعتلك عميب. هيا محمد. تفضل نفتح بسرعة بس شوية شوية. ماشي عندي شوية مصدر في اهو هنا عايز ناكتب اوكسيديشن. سنفتحها لحظة واحدة. اي سؤال اي سؤال يا محمد? اللي هو السؤال اا ايكويتشن فور دي عاوز ناكتب يعني اه. لحظة واحدة ضيق. اصغر شوية عشان نشوف الصبحة. ايوا اللي هي اللي جاية دي طبعاك. اه. اه في الصورة في اللي هو السؤال ده. اه هو انا عايز ناكتب اوكسيديشن ولا يمش فيه. اه بلاك شو. مين اوكسيديشن ومين اه اوه الحمد. طيب اهو بص اول واحدة اوكسيديشن. عرفت ازاي? عشان هو هنا بمفروض بيعمل جين? لا هنا كده مش جين. اه براف عليك بص الشباب كده انا شوحها مع بعض اشان دي فيه فعلا انتسألت عليها كتير. والشباب محتاجة طبعا يعرفوا عنها ايه? ازاي الحال. لاحظت بس ايوا الالم هو. بص معي اولاد. يقول لك هنا لما يجي لك بالشكل ده. هو كده 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 جيب لك نص معادلة يعني نص كيميكا تمام? هو جيب لك الحتة المفيدة الخلاصة. هو بيقول لك ايه? بيقول لك اني امي جي بقى امي جي بوزت فتو. ورميه لك اتنين الكترون برهم. شايف رميهم بره? يبه هو كده حصل ايه? تقول ايه مستر اه بروسيس اتو ملوز وان اور مور الكترونز. دي مين طبعا? اكيد دي الاكسيديشن. اروح كاتب له ساعتها يا محمد. اكسيديشن زي ما انت قلت كده. مستر انا هاعرف لوز ولا جيني ازاي? طبعا دي حس التأسيس ان انا قلتها في اول في اول فيديو في القناة. انتو كتفرجوا عليها ان هي تساعدنا كتير. قلنا لما الاتوم بتعمل لوز الالكترونز ترمي الالكترونز يسالب. ايه فقدتهم بره هو. فهي تتحول لبوزت فهو الامي جي كان نيوترال اتم عادية نيوترال فبقى امي جي بوزت فتو. معايا الولاد كده. الصوت يا جماعة لو تمام ولا بيروح وييجي عشان فيه الناس كم تشكل حتى دي. فهينا بقى امي جي ايه بوزت فتو وهنا تو الكترونز بدي اكسيديشن. تمام كده? مين يحلي معايا التانية ونشوفه يقولي ده الصوت اخباره بالمرض. مين يحلي معايا التانية. ماشي يلا يا منا 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 محمد. المايك عندك مش شغال اصلا يمن. طب ادهم يلا ادهم. هي تانية واحدة هتبقى. سبعين الاول يا مات ادهم كويس انت ولا صوت بيقطع ويروح ويجي ولا تمام. لا تمام. ماشي يلا عالي صوتك انت شوية عشان تضع عيباته شوية. يلا تانية واحدة. اه طيب. اي واحدة تبقى ريداكشن. عارفتي منين? اللي هي اللي تعملها واخدها هو جين. اه. هنا بيقولك اني كان بيقولك ان في عندك كولورين سي ال لتو. الكولورين الاتوم دي جين تو الاكترونز. هعرف منين هي جين ايه ايه مسترحون? اهي بلس خدت اي. بلس تو الاكترونز. فبقيت تو سي ال نيجيتف. فهي معناها ايه يا ولاد كده? معناها اني عملت جين لتو الكترونز. خدت اتنين ايه. فبقت ايه يا ولاد? فبقت نيجيتب اي. فبقت نيجيتب اي. فطبعا تعتبر كده ايه? يبقى دي كده طبعا عملية يبانا ما خبش لو جاتلي نص نص اكوشن كده بالعكس دي كده أسهل كده بيوضح لي مين عمل لوز ومين عمل جيل تمام فدي كده طبعا مازن يلا يا مازن معادي كامل هيا حميل تالت واحدة ف اي بوستف 2 بلس ف اي بوستف 3 لا هي مش بلس هي جيف يعني معناها جيفز يعني تعطينا تحولت إلى فاهم دي مش بلس يعني هي كانت ف اي بوستف 2 بقت ف اي بوستف 3 وبعدين دي ريداكشن ليه مازن قلت كده هي جين ولا لوز هي جيفز اوكش ايه جيفز ايلكترون طيب يعني اسمها لوز ايلكترون صح اه طب ميني بروسيس اتويتش اتم لوز وان اور مور ايلكترون اوكسيديش يبعا مش لوضاكش صح او لا صح برافا بص يا شباب هنا كان بوستف 2 يعني هو كان عامل لوز دوتو ايلكترون خرج بعض الرياكشن بعد الرياكشن بقى بوستف 3 تخيل انت كان مصحوب منك اتنين اليكترون زي ايرون بوستف 2 رميت كمان اليكترون تاني اهو رميت واحد كمان فانت يعتبر لوز كمان بزيادة انت كنت لوز 2 بقت لوز 3 طب احنا مين اللوز على طول اكسيديشن يبا دي برضو اي اولاد اكسيديشن دي تعتبر اكسيديشن تمام كده طيب منا انت المايك عندك مش شغال يعني انت فعالي المايك عندك وانت داخل لا اساسا انت بس ما فيش خالص عامة مايك طب مين يحل الاخيرة الاخيرة ها يلا عشان نقول حاجة با كده علامة تسهلنا خالص في الاحد مين يحل اخر واحدة يلا هوا ما فيش هلا ادهموا منا ويلا يا شباب الباقي فين اخر واحدة مين يحلها طيب قولي يا محمد محسن هتبقى اه عرفت من ان هي برافا يبا دي اكسيديشن دي اكسيديشن واللي تحت ايه خلاصة الكلام يا ولاد خلاصة الكلام لما تلاقي الالكترونز برة في البرودائجt لما تلاقي الالكترونز برة في البروداكت تمام يبادي على طول ايه يبادي كده اكسيديشن انت لوز الالكترونز or انت رامضهم برة ولما تلاقي الالكترونز موجودة في الرئاكتنز يبا انت عملت جين يبقى ريداكتشن يبقى لو لو seek it في البروداكت يبقى اوكسيديشن لو 놓aitها جين ده خدتها معاك في الرئاكتنز يبقى ريداكتشن ده بتاع مين كمان? او نشوف فحل كمان? فيه طبعا اللي هو التاني. اللي هو اللي هو نتكلم فيه عن ايه? عن وده سهل جدا. المشهور ده تعمل خلاص الجزرية دي مع بعض. يلا انت تعمل ايه في الامتحان لو جالك زي دا? هتقول لي يا مستر انا وقفت على هايدر. هعمل ايه? دورت عليه في البرودكت. دورت عليه دورت ليه? اهو يا مستر. لقيته بس بقى معاي ما بقى معا اكسجين. يعني اه ده الدفنيشن التاني اسمع كده. ايه? الاماونت اف اكسجين انكريز. طيب يبا دي اكسجيش. خلاص. الاكسجين زاد. طب الريتاكشن. لا الريتاكشن يبقى المرضي انا وقفت على خرج من الرياكشن ماله سي يو بس. خرج من الرياكشن سي يو بس. يعني الاكسجين ماله دي كريز. صح? يبا دي على طول ايه يا ولاد? يسمعها ريداكشن. يبقى انا كده عرفت الفرق بين الاكسجيشن والريداكشن. حد عنده سؤال تاني في الجزية دي? الجزية الاكسجيشن والريداكشن. ها بصوا كده الاكسجيشن. اسمع? عملت ايه? بتعمل ايه يا ولاد? هنا. واللي بيحصل له هو هو واللي بيحصل له يبقى هو تعم? حد عنده مشكلة فيهم? طبعا. تعالوا بنا نشوف كم سؤال كده مهمين على ده وهي كان نخش على ان شاء الله. بصوا كده? نجيب الاسئلة. انا يعني شايف الاسئلة اللي بتصلا يتشوز والحاجات دي ما فيهاش مشكلة. نجيب لكم الاسئلة اللي زي كده. بصوا كده? واللي عنده سؤال طبعا قلت يرفعي دي ويعرفني عايز اي سؤال. يلا يا شباب? تعالوا نشوف سؤال زي ده. هنا بيقول لك ايه? study of from the opposite figure from the opposite figure what is the color of the substance in tube A and B? before and after heating. طولي يا مستر انا بصيت على تيوب ايه? لقيت موجود ميركري كوكسايد. طب الميركري كوكسايد احنا عارفين الكالر بتاعه ايه? برافو اكيد طبعا الناس عارفت الوقت اللي هو red red color صح? طب والسوديوم نيتريت السوديوم نيتريت دوت كنا عارفين بتاعه بيكون مالو white white color. يبقى عندي واحد red والتاني ايه? white. طيب after heating بعد ما سخن. ايه اللي يحصل? تقولي يا مستر. تعالوا نكتب مع بعض. لازم تكتبها يا ولاد في الامتحان بتسهل عليك جتير. اتش جي او ادل ميركري كوكسايد. باي هيت. هيطلع ايه? هيطلع اتش جي بلاس او تو. بس ما ينفعش يا مستر. الو يكتب او بس فلازم يكتب او تو. ركزوا معين. طب الحل ايه? لازم احط تو بر. طب يا مستر ما هو بقى كده تو اتش جي. حطي لي تو هنا زي. يبقى الكوشن متاعك ايه? تو اتش جي او. باي هيت. يداني تو اتش جي بلاس او تو. طيب انا كتبت الرياكشن. يسؤال بقى اوصل السؤال التاني. what is the name of the evolved gas? how can you detect that? هتقول له الاكسجين جاس في اول اكواجن. في تيوب ايه? اكسجين جاس. بيعمل يا مستر? increase the flame of burning. بيزود اللهب او الاشتعال بتاعها. طب التاني بقى. التاني يا مستر اني اي انو او سوديوم نيتريت. باي هيت. هيبقى اني اي انو او تو بلاس او تو. تمام كده? احط هنا تو وهنا تو. الناس اكيد بقى حافظة الرياكشنز ديت. تمام? طبعا ويه الجاس اللي يطلع? اوكسجين جاس برضي. ما اللي يطلع الجاس اللي يطلع في التو تيوبس يا ولاد? هو الاكسجين جاس. سواء هنا او هنا. اتفعنا? طيب. السؤال التاني? السؤال التاني? مين يحلوا معايا كده? مين يحلوا معايا الشباب? هم? مين يحلوا مشارك? يالا ريماس? عايزين ناس جديدة يا جماعة. كالسنين ليه? هم عايزين الحصة تتكرر يا شباب ونعملها كزا مرة. يالا ريماس. موجود. ها ساي مين som? اوال حاجة هو بيقول from the opposite figure. عايز أول حاجة what is the type of the reaction? هو reaction هنا هيبقى. اوه ما هو ريمن pantFormation? ساخنا ب counseling reaction الهاتف لانو حصل فيه heating first. براف عالك. ذه طبعا reaction اكيد هيكون thermal decomposition? بعد كده بيقول what is the substance that was present and to test tube before ماذا هي كاربون داكسايد أول تلعى كاربون داكسايد طب مين بقى المادة اللي احنا سخناها بيهيت وطلعت الكاربون داكسايد كبر كربونيت كبر كربونيت برافو عليك اللي هي سي يو مليني كده سي أو سري برافو عليكي لنس حفظ الرموز ما شاء الله يلا بيهيت بيهيتين هيحصل سي أو تو بلاس الو تو هيحصلوا افولفين لا ستوب ليه سي يو دايما بتأكل ايه ايوة سي يو أو ايوة سي يو أو بلاس الو بقى أو تو ليه أو تو جبتي أو تو منين اوه شانديسي اوكي لا تبقى أو بس أو بس شين اتسان برح برح سي يو أو صح انت شلت أو بلتلات دول يتبقى كم أو معاكي يتبقى معاكي اتنين صحي بس سي يو أو تو انا مضيق قلت ده في الاول ماشي بس انت قلتي أو تو انت جبت سيرة الأكسجون في الموضوع في الاول ماشي يبقى تلع سي يو أو بلاس مين سي أو تو تماما كده تماما ماشي برحب عليك استني حاجة حاجة الاول بقى مين المادة اللي فضلت في التستي تيوب اسمع ايه معو الكاربون دايكسايد تلعه مين بقى المادة اللي فضلت موجودة اسمع ايه كابر الكابر الاوكسايد برافو يبقى الكابر الاوكسايد لازم تجاوبي على السؤال اللي هو طالب كابر الاوكسايد ماشي كتبناها هو الحمد لله تماما بالعكس اكتبتنا لها هي اللي خلتنا نعرف ايه نحلها صحي طيب how can you detect the evolved gas اذا تعرفي الجس اللي طالع داواتي عدميس اه هنقول اول حاجة با سواني عامش على مين الكتين مواقب مينشقول باباسي باباسي CO2 انتو كلير لاموكسايد باباسي لاموكسايد اه باباسي لاموكسايد باباسي 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 متعكر. تانية حاجة ممكن نقول ان هو ايه? او يعني كيفية يطفي. اللي هي ايه? يعني شزية مشتعلة كده. يعود كابليت مولع كده يطفي. اللي هو ممتازة بربو عليكي. ما شاء الله يرميز. طبعا دي كلها سيرة امتحانات يا ولاد. تعالوا نشوف سؤال كبير. انا يا والله بتعايز كنتم تكون انتم المطلعين اسئلة يعني. حاجة صعبة عليك او حاجة. خلالنا نكمل. ده جي السنة اللي فاتت في محافظة انا والغربية. انا والغربية. تعالوا نشوفوا كده مع بعض. مين يشارك معي? يلا محمد محسن وليماس. ما شاء الله هم الاشتر لحد الوقت. ويجي وراهم ادهم. مين بقى تاني? فين الجديد? فين الشباب الجديدة? العدو الامتحان? هم? هين التفاعل يا ولاد? احنا مابود من ذاكر. طيب اوكي احلنا? نشوف كده اسمع كده مع كوميرشيل زينك. يعني احنا حطينا الزينك. طبعا حاجة زي كده ترجم الكلام على طول لكيميكاليكوش. ترجمه المعادلة. هو كده كده هيطلبها منك اصلا. فتروح عامل ايه? قال لك يا مستر حط الزينك. الزينك اللي هو زد ان. اروح كاتب كده. احط ايه? زد ان. لاحظ بس امسح وكتب تاني. يبقى احط ايه? زد ان. طيب. فلس. احط ايه? هايدركلوريك اسيد اللي هو اتش سي ال. واكتب على على الارو كده الديل. دا ايه يعني مستر يعني دايليتد المخفف. مش كونسنتريتد يعني. طب وبعدين طبعا ده مين? اي نوع الانواع الرياكشنز دا? ده اللي هو سيمبل سبستيتيوشن سيمبل سبستيتيوشن رياكشن. يعني هيحصل يا مستر. كل سهولة جدا. اسهل رياكشنز. اسهل حي. هتعمل ايه? هتقول ان الزينك دا مور اكتف ذان هايدر. مع السلامة يا هايدر. اطلع بره. بس سوا هتكتبه اتش بس. لازم يكتب ازاي? اتش تو. طب ويالبا يا مستر. انا اعمل له بلا نسبة يلقش. استهل. تمام? ادي الاتش تو. مين يعود مكانه? الزد ان. يبقى الزد ان سي ال تو بلاس اتش تو. كده عندك اتنين سي ال واتنين اتش. حطهم ليس دي براين. ادي الاتنين اتش والاتنين سي ال اللي هي. تمام كده? يبقى الرياكشن بتاعي ازاي? زد ان بلاس تو اتش سي ال. دايل. هيطلع لي زد ان سي ال تو بلاس هايدروجين جاس اي فولفز. طيب وات الذنين موفزا جاس? عند هاوي كان دي تكتيت طبعا الجاس هو مين? الهايدروج. تمام? ازاي نتعرف عليه? طبعا عارفين نقول ليه? بيرن بيرن وز بوب ساوند. بيرن وز بوب ساوند. يعني يشتعل مع صوت فرقعة. اتفقنا? طيب شكرا. كتبناها الحمد لله. من غير متقول. هي اصل اللي بتحلي للسواد. تماماته the type of reaction. اين هو الرياكشن? طبعا ده ما انتم عارفين ايه? لا اقوله طبعا في الامتحان سامبل سبستيوشن رياكشن. سامبل سبستيوشن رياكشن. what happen when the when uh replace zinc by cover turnings to the acid? مسترد. هو شال الزنك? ورا حط ما كانوا cover. see you plus two hcl. خلاص. خليك زي الشاطر وتقول له كده. no reaction occurs. ما فيش رياكشن هيحصل. no reaction. لو قال له كوي. هتقول له ايه? because cover less active than hydrogen. less active than hydrogen. can't substitute hydrogen. لان الكور ده اقل نشاط من الهايدرين. مش هيقدر يزقه. مش هيقدر يتروضه برا. الزنك كان يقدر. لكن less active than hydrogen gas. يا رب نكون فاهمين يا ولاد? لو حد مش فيهم حاجة في السؤال ده يقولني. يرفع ده ويعرفني. طيب تعالوا نشوف السؤال كمان. دي اصلت سهلة جدا. اهم حاجة تكون حافظ مع ال chemical equations بتاعتك. طميم. نشوف عزي. هيا عزي. هيا يا حميب. فتحت لك تفضل. بتحلاجتين. حد ليه سؤال. طيب. مين ليس حد ليسوا علي يا ولاد? دي خلوها حصة نقاش كده ما بيننا. كل كل مسلا درسين تلاتة نعمل. اي حاجة انتم مش عارفينها علموا عليها. عايف ان في الاس موكي ما تكونش بتاعة خد درس برا ولا حاجة. فاعلم عليها واسبها لي ان شاء الله لها مع بعض. ما هي يا حبيبي مين? مين تاني? اهم حاجة بس ننشر الحصص دي على القناة ونعرف الناس بين. لان العدد طبعا القليل. العدد صراحة ما يعادش ما يقارن الشغل هنا لغيته عشان عقود القعدة دي معكو. فالعدد مش كتير ما يشجعش وكلام مش بيشاركو. كنين بس اللي بيشاركو. طيب نشوف كده. يلا يا ادهم. معك يا ادهم. طيب. تمام. تعاني. ستعلم كده? ادي اي بلاس اي هايدروجيني جاس بس احط هنا تو هنا تو تمام بس نوسع شوية ماشي برافو عليك كده الرياكشن صح مليون في المية بس كده تو اني بلاس تو اتش تو او يطلع تو اني او اتش بلاس هايدروجين جاس يفارس يبقى خلص خلصت وقت الثانية وفزار ريزالت الجاس هتقول لي مين مين الجاس اللي تلع هايدروجين الجاس اللي تلع ايه يا ولاد هايدروجين طيب حد يكمل يلا يا منا منا ما فيش مايك عندي كي منا ماشي محمد يلا يا محمد تحت لك what is the name of the resulted salt from the reaction beam انا عايزع في الصوت اللي تلعuppي reaction beam يلا نحايدين وكلو تمام. اتش ايه? اه اتش اه سانية. ايه بلاس. اه 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 بلاس ان اي سي ان اي تو سيو او سري. برافو. ده الاسد الاسد وز ايه? الاسد وصولت. وصولت صح? يلا طلع الناتج كده? اه. الناتج كده هتبقى ايقوى الناتج كنا بنقسم كده. ونطلع اللي جوة مع بعض بس نبدأ باللي بادئ. يعني مين اللي بادئ فيهم? الان ايه ولا الان ايه? الان ايه. يبقى اكتب ايه? مع السي ال. برافو. يبقى ايه? بلاس. بلاس اه اه اتش تو او. اتش تو او برافو عليك بيتفك ده. ايه. بلاس برافو عليك. بص يا شباب الرياكشن ده الوحيد اللي احنا اخدناه كان فيه تلات نواتج. فيه تلات نواتج اللي هم ايه? اللي هم اتش تو او و اتش تو او سي او تو جاس. اللي هو الرياكشن ده. طيب. ماذا هو النام؟ لأن النام هي كاربو اوكسايد النام بتاع السول تلتع صوديوم صوديوم كولورايد النام سيئة طبعا خلي بالك يا ولاد ما تكتب لهش الرمز هو عايز النام حاجة دي منغلطش فيها هتقول له ايه صوديوم كولورايد بل كتب له الرمز يبقى كلا بس تكتب له النام الاول برا بارك يا محمد كمل ايه نوع الرياكشن اللي حصلوا هنا وهنا في ايه؟ في ايه يا شباب؟ ايه نوع الرياكشن؟ تقول يا مستر صوديوم ومع الووتر وطبعا عمل الريبليس للهيدروجين يبقى ده سامبل سابستيتيوشن اما الرياكشن التاني سابستيتيوشن 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 أسد وذ ايه والصور تفعنا؟ شايفين لا سينا افكارها عاملة ازاي؟ عايزين نشوف افكار تانية؟ تعالوا نشوف السؤال ده سؤال تحت خالص نمبر ناين ده جميل جدا لو اللينك طبعا ايه لا تفصل ممكن نفخل على لينك تاني انا بعت لينكين جزء اول وجزء تاني يلا نشوف السؤال ده مع بعض طيب هايدروجين بص كده هايدروجين هيبقى سي يو بلس اتش تو او سأل خالص بدلنا هايدروجين بصور كواروكسايد جيفن أريزون؟ هو القواروكسايد بعمل ازاي؟ أولونه ايه؟ طب اللون تغير في اللون بقى ايه؟ الكبار باس بقى ريدش براون بوني محمر لكتبه يبقى تحول من كده اللي هو القبر أوكسايد اتحول لمين لكابر باس اللي هو ايه؟ ريدش براون بوني محمر ريدش براون اي كتبناه طيب مين بقى والريديوسينج ايجنت والاكسيديشن اند ريداكشن عادي خالصة ولا يخوف اللي هنعمله هتقول لي هنقف كده عند الاتشي تو نفضل ماشي ندور عليه فين 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 اهو طيب الاكسيجين حصل له ايه انكريس ما كانش معاه اكسيجين بقى معاه اكسيجين يبقى دي ايه يا ولاد اكسيديشن ده كده اكسيديشن خلص وانت مغمد ما تشيلش ايدك ما تشيلش ايدك مش هو حصل له اكسيديشن يبقى هو ريديوسينج ايجنت اتفقنا اقف عالتاني بقى اقف عالتاني اللي هو الكبر اكسايد نغير اللون القلم عشان يتميز شوية خلي بالكم ماشي مش خليبا الكبر اكسايد اوكي الكبر اكسايد افضل مش عليه اهو يا مصر خرج من غير اكسيجين اذا اماونت اف اكسيجين ديكريس يبقى 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 خلص يبقى تعالوا نشوف ده تعالوا نشوف تين وeleven فكرتين مختلفتين بصوا كده تين حد شكت حد جديد عايز يشارك او يا مصر دي اللي احنا حلنا دلوقتي البلاك كبر اوكسايد اتحول اللي ايه لريديش براو نفس الاكشن ده اوكسيديشن انه هو اللي هو يعتبر اللي ايه المعنى الحديثي خلينا في اللي تحت طيب اللي اولان ايه خلاص قلنا يعرف نها خلاص خلينا في اللي تحت بصوا كده اني ايه بقت يعني اكتب عليها اكسيديشن وانت بغمط اكتب كده اكسيديشن طب السي ال بقى لانه جين خد فبقى يبقى ده تعالوا معنشوف الاسيل طيب تعالوا باللاق عليك كده بصوا على السوديوم هو السوديوم حصل له ايه حصل له اكسيديشن يبقى هل ده اكسيديزن لا طبعا ده يبقى ده السوديوم ده تمام طيب طيب تعالوا بص علي هو الكولورين حصل له ايه يبقى نفوت اكسيديزن يبقى ده اسمع كده the change of sodium to sorry the change of sodium atom into sodium iron represent oxidation process من sodium للايون بتاعه oxidation صح the change of chlorine atom into chlorine iron is reducing or reduction process تقول له طبعا ايه صح طبعا يا شباب درس الكميكا درس مفوش المشكلة خالص اهم حاجة حافظ الى equations بتاعتهم طيب تعالوا نشوف ال listen to وزا ما بتلكوا اوفو فصل اللينك نقدر ندخل مرة ايه مرة تانية في بالنسبة لل science technology يعني انا مش مشروح على القناة خالص يعني احنا science technology حاجة نقراها ونفهمها ايه كويس لكن مش بتشرع في القناة حد عنده سؤال في listen to حد عنده اياه سئلة في listen to من العسلة بتوفوا قدامكم مازن عايز تسال طبعا هي اكتر حاجة كانت بتلخبط شوية في الامتحانات كانت موضوع هي دولات شوية بتلخبطكم طبعا هنا مثلا منشان each of the following factor affect the speed of chemical reaction من الفكتور اللي بتأصل في الspeed of chemical reaction من شارك factors affect on the speed of chemical reaction هيا رميس اول حاجة the nature of the reactants تاني حاجة the concentration of the reaction تالت حاجة the temperature of the reactants وبعد كده بعد حاجة the surface area of the reactants تابعا the nature of reactants when they're not surface area when they're not a type of bond between reactants تمام تاني حاجة الكاتاليست تابعا تابعا كده من هما يولاد the nature of reactants ممتاز رميس واشاء الله لك the nature of reactants اللي هي بقى the nature of reactants included the surface area بتاعتهم وي the type of bond between reactants ونوع البون هل هي ionic ولا covalent second factor concentration of reactants concentration هر هو ضايل ولا بيكون concentrated number three كانت الكاتاليست number four طبعا يا ولاد temperature of reactants or reaction temperature of reaction بصفحة تركيز بتاع طب يلا كده خلصنا السؤال ده مين بقى affect on the nature of reactants هنا بقى دي بتاعت اول واحد من الفاكتورز اللي بتأثر على nature of reactants هبا معي كويس الناس بتترفع ده في السنتو surface area surface area surface area والايون اللي هو اذا كان covalent او اولي كان type of bonds صح كده type of bonds بين reactants يعني نوع البون اللي ما بين reactants براو عليك من فاستر الايونيك 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 براو عليك ممتازة because it ايه هي عبارة عن ايه هي عبارة عن ايه الايونيك reaction between ions صح اه لان لان هي between ions not molecules بص يا ولاد كده كنا لو نجينا للدرس ده خلي بالكم معي كده شرح بتاعه خلي بالكم نجيب نجيب الناتشر شوي اول حاجة كان نوع البوند في الرياكتنز هل هي ايه يعني انت حاطت ايونيك مع بعضها ولا حاطت كوفيلانت لو انت وقف في اللاب بتاعك وبتحط ايونيك مع بعضها يبقى انت الرياكتنز بتاعك ده ثانية يحصل سريع ليه اسمع كده بتاعت الايونيك بتكون سريعة هتقول ليه تمام اللي نية بتحصل ما بين اهم كلمة لازم تقولها في ايجابتك ليه ما بتحصل ما بين او تيك بيز 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 طبعا كومبليت لانت ايونيك اما حاجة اقف لحد هنا يبقى ليه ليه الرياكتنز بيز 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 طبعي الكوفيلانت لا بتكون شوية بطيئة شوية سلو سلو مالكيولز مالكيولز مفيش هنا بقى والباستف والنيجيتف والنيجيتف بتسرع مفيش ايونز طيب برافا تمام زمانة زمانتكو النوع التاني بقى طبعا يعني مثلا الرياكتنز ده انا عملته لكو اصلا موجود في القناة عملي في انا عملت تجربة عملي في القناة اه هنا مثلا على طول تولي ياخد ويطلع سوائني لنوع بين ايونز كان السورفيس اريا السورفيس اريا تخيل كده انت معاك مكعب سكر وسكر كده حبات سكر كده بودر وده مكعب وحطي الدوات في مية وده في مية مين يدوب اسرع تقولي يا مستر اكيد البودر ده المسحوق ده طب ليه قصت هنا يا مستر كل حبيبات السكر متعرضة للمية كل هيلمس المية قمال هنا اللي برا بس حد ما يدوب بعد كده اللي بعده بعد كده اللي بعده فهاخد وقت شوي نفسك كده اسمع كده خلي بالك طبعا بص يا دوبك اللي باللحمر ده هيلمس بس اللي برا لكن لما تفتتها هنا كده بص بها هنا حتى مليكيز اللي جو يبا من الرياكشن السريع اكيد يا مستر اللي هي بتكون بودر فيلينجز براغضة ترنينجز اللي هي خراطة نحايا زي كده تمام يبا هنا الرياكشن سلو هنا الرياكشن هيكون ده كان يا أولاد اللي هو الفاكتور التاني اللي هو حتى عنده مشكلة مع بتاعة بتاعة اللي سن ده حتى عنده مشكلة فيهم يرفع ايدي ان شاء الله الناس يعني شطرة يا أولاد نشوف كده سؤال تاني تعالوا نشوف ده كده ده يجي في امتحان محافظة الوصر يلا يلا في امتحان تلاقيه وعمل يألف لك بقى يعني كذا معدل كده 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 الاول بتقتصر المعدل اللي بتيجي في الامتحان اللي هي المعدل اللي موجودة في الكتاب لكنها تبتدى بقى ينوع شوية ايه في بجيبال فمرة جي في امتحان اللي اصل زمان تشايفين كده وجي قال لهم ايه بقى قال لهم study the graph then answer the question the following equation explains the decomposition of a compound حصل the composition لمن لcompound يلا بقى خلي بالك كده 2x equal 2y 2x 2y plus z the opposite graph illustrates the change in concentration of reactants and resultant مش in respect to time يعني بالنسبة لمن ياولاد للtime write the letter x y or z which each number indicates يا طرق number one مين فيهم number two number three مين يقول معايا بقى يلا مازين حد جديد ريم يلا يا ريم يلا حد جديد اهو ريم محمد مين بتاع x يا ريم بتاع تلك يا ريم كده تمام اه تمام يلا مين الليم بتاع x عارفتي منين ان هو في الاول كان عالي وبعد كده نزل يبقى الرياكتانس برافو عليك لان الرياكتانس ديكريز as time passes لان يا مستر هنعارفين ان الرياكتانس بيبدأ ب 100% صح كده الرياكتانس او 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 في بداية الرياكتانس وبعد كده as time passes its concentration decrease يبقى x برافو يبقى number one هقول له اي x طيب line number two كمين يلا two three number two يبقى z number three بقى الواق two z number three y طب ليه معك استيش شايف ان number three ده اعلى من number two وهنا two y two molecules برافو عليك هنا three ده اعلى اللي انه بيكون اعلى فطبعا هيكون ايه هيكون طبعا هو اللي ياخد concentration الاعلى two y ولا z واحدة بس لا two y طبعا اكبر فتاخد line برافو عليك ممتازة يا ريم سوال كمان يلا نشوف ده مع بعض مين يحلو معايا يشارك ملك يلا يا ملك هيا ملك ملك يلا مين الرياكتنس فين الرياكتنس write the letter or letters which indicates the following هيا ملك هيبقى هيبقى c c ماشي بس c و d c و d عرفت منين ان هما كانوا في الاول 100 وعلي كده رحوا بيقى zero برافو عليك مش شرط هما دي 100 لاني بصي اماشي يعني هو كل واحد فيهم كان نسبته عالية صح و as time passes it's a concentration decrease with time برافو عليك امتازة كملي مين الريزالتانس المادة اللي تنتج ايه ولا بيه ايه ايه برافو ليه لان it's concentration ايه increase with time ايه طبعا اكيد يا مستر المادة اللي هتطلع والمادة اللوني الجديد بقى اللي هيتكون ولا اي ان كان اكيد التركيز بتاعه بيزيد مع الوقت طب مين الكاتاليست اللي هو او speed up the reaction without change in the reaction بي بي ليه طبعا اللي نحن قلنا ايه without change in the reaction ثابت concentration بتاعها ايه ولا هتما انت شايفين ثابت او ماشي بالعرض هل زاد او لأ برافو عليك الممتازة مستر ها معيك انا عندي مشكلة في الالكترونيك انت لس راخل حالا مدى حضرتش نص الاولاني ايه طب انا شعرتها في نص الاولاني انت معلش هينزل على اليوتيوب واسمعها تاني اوكي تمام ماشي شكرا او ملعافي تمام يلا مين يكمل يا ولاد مين يكمل يا ولاد مين يقول حدي تاني شارك شوف سؤال كمان الناس عادت يلا نشوف كمان واحد تاني ده يلا ده ده موجود عندنا اهو نيارا كده مع بعض طبعا هنا جايب لك الرياكشن المشهور بتاعنا اللي هو بتاع بتاع الريد ميركري كوكسايد مين وان ومين تو ومين ثري طبعا لو هم لاحظيني هنا سئلة بتتكرر واعتوقعوا كده في اختبار الشهر بتاعكم جايلكو حاجة زي كده محمد عصام يلا يا محمد ايه مستر ايه حبيب مين نمبر وان يا محمد ومين تو ومين ثري نمبر وان اللي هو الرياكتنت اللي هو الريد ميركري كوكسايد براف يبقى نمبر وان اللي هو الريد ميركري كوكسايد نمبر تو تمام نمبر تو اللي هو هو نمبر تو اللي هو الوطو الأكسجين جاز براف ونمبر ثري عشان هو الهيي كونسنتراتيشن تو ايج جي اللي هو مين ايو. اللي هو ميركوري. برافا عليك. في مشكلة عندك فهي حاجة في المناج? في الدروس بتاعتنا? لا. لا لا. ما شاء الله تمام. ننزل لكم الوحدة التانية يعني خلاص بقى. اي. ننزلها. مين لي سؤال? ها? نحل الى اجزامبل التاني. اظن يعني يا سيلا خلاص دي بتتكرر كتير بقى. طيب بصوا كده. بص السؤال ده مسلا يا ولا. ده اجي في امتحان الجيزة مرة. السؤال سهل جدا يا. اسمع كده. هنا بقول لك هو بيحط على الكبر صالفيت. واحنا عارفين كويس جدا ان الكبر صالفيت اللون بتاعه اي. بلو. سي يو اسو او فور. طيب. هو بقول لك اي. how is the rate if is this reaction measured? how is the rate of this reaction? مخود of. of this reaction measured. يعني ازاي نقيس بصورة عائلة الرياكشن ده. هنعرف ازاي نقيسها. هنعرف يعني نعرف منين الرياكشن ده سريع او بطيء يعني هنعرف ازاي. مين يقول? تعرفي يا ريماس? how is the rate if this reaction measured? تعرفي ازاي بتاع الرياكشن ده? ريماس تعرفي? فتحت لك المايك شطرة. ها اولا يا اولا طيب. هل يا مستر اكيد لو الكلر بتاع الكبر سالفيد ده اختفت. بسرعة. تمام? يعني اسمع كده اولا كده? يتقولي طبعا the speed of reaction measured ازاي اتعرفها ازاي by the disappearance of the blue color of كبر سالفيد. سمع كده? the disappearance of the blue color of كبر سالفيد. ركز. يعني اختفاء لون الكبر سالفيد. طيب او 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 ايه? او زبلو. تعالوا تعالوا نكتب الرياكشن حسن. اني اي او اتش ادي السوديو هيدروكسايد. بلس. سي يو اسو او فور ادي كبر سالفيد. يلا انطلع الناتج كده. بنقسم كالعادة. ده اهو. كده. هيطلع ايه? هيطلع. سي يو او اتش باي تو. بلس. اني اي تو اسو او فور. حط هنا بس تو. شو انتبع بالانس. فانا. ميه اللي تكون ده? اللي تكون ده اللي هو الكبر هيدروكسايد. وده عبارة عن بلو. بس المرة دي بلو ايه بقى? يعني راصب بودر كده ازرق هيتكون. يعني من الاخر اللون اللي ازرق يختفي او بودر ازرق يترصب تحت. تمام? اسمع كده? يبقى ازاي اعرف هنا هتقول له كده. باي باي the disappearance of the blue color sulfate. باختفاء. the rate of disappearance of blue color sulfate. او or the rate of formation of blue of carbon hydroxide. يعني يا مثل انا ولقيت اللون اللازرق بيختفي بسرعة. والراصب اللازرق دوت بيتكون بسرعة يبقى ال reaction بتاعي سريع. ده معناها يعني كده بالبلد دي كده بلنا بعض. يبقى تقول له هلو زيبا بالانجليش هتقول له كده. the disappearance rate of the blue color sulfate or the appearance of the blue precipitate of cover hydroxide. او يظهر اللون بتاع الكبر hydroxide اللي هو البلون. هلنا يا شباب? لو حد مش فهي ما يفق يوقفني. طبعين. ماشي في حد رفع ايدي. مين رفع ايدي? انا مش فهم حد السوديو مهيدروكشوه ده الكبر الهيدروكشوه دي. الكبر صافي. اللي هي اللي بقولها دلوقتي? اه. طيب بصي حبيب. انا هعمل باك هول ال reaction. ده ال reaction اللي طلعه صح? صح. ماشي? اللي هو N-A-O-H plus C-U-S-O-4. ده اللي هو البلو كالر بتاع الكبر صافيط. ادك ايه? C-U-O-H by two. ون-A-T-O-S-O-4. مش مهم دي. خليك بس سمعيني. هو المفترض انت عارف من thermal decomposition. ان الكبر صافيط ده اللي هو ايه? بلو. لون هو بلو اه. اه. بلو كبر صافيط. طيب. انت هتعمل بتقديم europا بيجيط into CuO. بلاس CO3 آآ. اه. scan sol three gas فولوس. اه. اه. SO3 جاسيفولوس. براف. وامتت. طيب حلو قوي. انت بعد دخلت اللاعب ماشي. معك الرублиكبد صافيط دي معاك المادة دي اللي هي الرulty. و قمت وحطيت عليها السوديو هيدروكسيد. تمام؟ لان لما دخلت اللاعب وفضلتهم على ضاعة سافيط اي رب دة الثانية اللون اللي الزرق ده اختفى ويتكون لون أو بودرة كده أو زي بودرة كده أزرق اترصة بتاحت يا مستر ده التفاعل بتاعي ده سريع قوي هقولك عرفت منين إزاي حددت إنه هو سريع وبطيء تقول لي برافو علي صح ولا يبا أنت حددت إنه هو سريع وبطيء على حسب إيه إن اللون بتاع المادة بتاعتك اختفى بسرعة وتكونك مادة إيه جديدة بردو بإيه بسرعة طاعم طاعم شكرا خلاص شباب شوف سؤال كمان هي طبعا معظمة سيلة الليسون ده على الجرافز زي كده يعني مش عارف بقى سيلة ممكن تجيلكو هنا ماشي شوف هنا مسر الكاتاليستين كيميكا إيه فايدة الكاتاليست في كيميكا بيعمل إيه من الشاطر يقول عايز حدد شاطر كده بيعمل إيه محدش يقول بالذات بسا بس لا الكاتاليست مش دوله كريس بس قول يامازه الكاتاليست كريس نعرض باقي باقي يعمل change في ال speed بتاتي chemical reaction صح يعني change ده إيه بقى يعني increase or decrease increase or decrease إذا لو قالك positive catalyst هي رايحنا speed of the chemical reaction ده لو قالك positive negative catalyst هيكون decrease speed of the chemical reaction ممتاز لكن قالك catalyst يبقى أقوله الاثنين يبقى أقوله change the speed of chemical reaction increase or or decrease برافا change the speed of chemical reaction by increasing or decreasing يأما يصراحة يأما يبطأ طيب المنغنيز دايكسايد يطلب يعمل يه المنغنيز دايكسايد ده مين يقول منغنيز دايكسايد فين بيت الشباب الشطرين يقول يا شباب أقولي أنا طيب وخلاص الناس الرافعة دي أنا يعني قررت كتير بقى خليم يقول مين يقول كده ملاحظة ما تشجعش خالص الشفاة والله لازم يكون فيه مشاركة كده الناس حتى لو مش عارف طيب medical محمد محمد محسن المنجنزة ده محمد استخدمنا في ايه بتستخدم في البوزيتف كاتلايست برافا تمام بوزيتف كاتلايست بيعمل في السبيدة في كميكاية اكتشان بتعمين الهايدروجين بيتروكسايد برافا اكسلم يبقى المنجنزة ده بيعمل ايه ممكن تقول كده بيستخدم عشان يزود سرعة تفكك بيصرع تفكك الماء يومين يا ولاد واكسجين اتفقنا؟ ماشي تمام الانزايمز الانزايمز احنا قلنا ايه عبارة عن ايه كيميكاية بتعمل ايه مصر كيميكاية سابستانسيز هي عبارة عن كيميكاية سابستانسيز بتعمل ايه؟ من الشاطئ يقول هي تعمل ايه كازايية اكتش ازايية؟ هادي يقول ريم هايا ريم الانزايمز بتعمل ايه؟ هي زي كاتاليست ان اور باديز برافا عليك البيولوجيكاية البروستيز فاستانسيز اكسلنت يبقى يعني تعتبر ايه في زي ما انت قلتي؟ برافا عليك بتعمل كدول الكاتاليست في جسمنا طبعا بتزود سرعة البيولوجيكاية البروستيز يعني البيولوجيكاية البروستيز يعني الهضم احنا من غير الانزايمز بتاعت الهضم احنا مش هدعف نخدم بطيء او هتاكل مرة في اليوم كده او مش هتقدر تخدمها كمان يبقى الانزايم засعمل ايه؟ في مسطر الحجاص ايه بتعمل ايه؟ بتعمل ايها مستر؟ بتعمل ايه؟ يبقى اللاحبة 산مز إن billion بسبق الأوكسديزيز insulting الأوكسديزي barrelle بأس دا موجود في البسبق ال� resolent بيعمل ايه? increase the speed of decomposition of hydrogen peroxide to give oxygen gas. بيزود سرعة برضو decomposition بتاع الhydrogen peroxide. الكاتلاتيك كونفيرتور يا ولاد فاكلينو اللي هو الحول الحفز اللي في العربيات. بيعمل ايه يا مستر? بيعمل تريتمينت. تريتمينت the harmful gases. يعني كلمة تريتمينت يعني بيعالج. بينظف يعني تريتمينت. يعني بغازات تانية اقل ضرر. يبقى بيعمل ايه? مين ده? الكاتلاتيك كونفيرتور. خلاص يا شباب? يعني اعتبر احنا عملنا سريع على اهم من السيارة في الليسن وان وليسن تو. كنت نفسي كنت نعرف دكتور من كده شوية. شاجعة اكتر. اه بس تمام انتم طبعا ما شاء الله عليكم ربنا يحميكم. شايف ناس كويسة وشطرة. اه ان شاء الله هبتدي نزل دروس التلمي التاني. طبعا خلص امتحاناتك او خلص امتحانك. في ناس بتمتحن في ناس ممكن ما يمتحونهاش. المهم انت تريد بقى تخش على على سوري على واتبع معنا ان شاء الله هحبايا. يا ريت نشر الفيديو لزماني لكم. ما ينزل للقناة نتفرج عليه. اه اشوفكم على خير. ولو في حد محتاج اي حاجة يسأل قبل ما قفل. ننزل اليد كده كلنا. حد محتاج اي سؤال. اه يا شباب. ماشي تمام يا حد. كده كلنا تمام. لو محتاجين اي حاجة زي ما تركوا كتبولي في التعليقات. بنسجل الاسئلة الصعبة. ولو في خاصة زي كده. اه بنشرح ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير مع السلامة.